موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدينا لبرنامج الصحافة الذي نستعرض فيه صحف الجزائر الصحف المنطقة المغاربية و ايضا النطقة بلغة فرنسية بدايتنا دوما من الجزائر موسيقى موسيقى نبدأ مع صحفة الخبر في عنوانها البارز نقرأ الامن الغذائي رهان يجب كسبه الرئيس سببون يعلن نطيم رف العقار الفلاحي نهائيا في العام 2025 تعزيز الدفع الالكتروني خطوات لتطوير الاقتصاد الوطني رقمنات تعاملات التجارية تحقيق للشفافية و حماية للأعمال الوزير الزيتوني يدعون لتحضير لخطة عمل شاملة في الخبر ايضا لقاء تعرف بين سعداء و شركة الاجتماع لقطاع التربية السبت المقبل هذا ما يريده النقابيون من الوزير الجديد إلى صحيفة الشروق اليومي عقب إفراج وزارة التربية عن رزنمة تسجيلات الامتحانات لدورة 2025 لا تحويلات متأخرة لمترشح الباك و التحقق من الأحرار سعداء يؤكد على التعاطي السريع مع المشاكل و التسير الفعال للامتحانات و المسابقات مطالبة برخصة لتوظيف احتياطي الإدارة باستغلال مناصب الترقيات و الانتداب المحررة محررة تعانون الشروق أيضا الرئيس انتفذ لدعم الفلاحين و الشباب فتح البنوك للقروض و طي ملف العقار الفلاحي نهائيا لعنخة 2025 التسير الممركز لا يأتي بنتيجة و ينبغي فسح النجال للمبادرة الشد على أيدي الشباب للطموح للاستثمار في فروع الزراعة ويفسح الطريق أمام الجيل الجديد من المهندسين الزراعيين إلى صحيفة المشوار السياسي أمر طاقم الحكومة بالتجند لحلها الرئيس تبون طي ملف العقار الفلاحي نهائيا في العام 2025 الجزائر جعلت من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا تكتب أيضا المشوار السياسي مجمع بناء السكاك الحديدية ركيز المشاريع الكبرى أمر بصيانة أشطر الطرق السريعة للمهترئة الوزير رخروخ نقرأ أيضا فيها في مساهل مشواره في مجموعات دوري الأبطال العميد يخطف نقطة من مزنبي العنيد فيما يتعلق بالشأن الرياضي كانت تكتب المشوار السياسي إلى ما يتعلق بقضية الكاتب سنصال تعنون إلترا الجزائر وزير الخارجية الفرنسي توقيف الكاتب وعلم سنصال في الجزائر غير مقبول نقرأ في هذا المقال اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري وعلم سنصال في الجزائر غير مقبول وقال في تصرحات لقناة فرونس انفو تيفي الإخبارية إنه لا شيء في أنشطة وعلم سنصال يعطيه صدقية من الاتهامات التي أدت إلى سجنه في الجزائر مضيفا أن اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر أمر غير مقبول كما أعلن أن خدمات الدولة في الجزائر العاصمة وفاريس على السواء في حالة استنفار كامل لمراقبة وضعه والسمح له بنيل الحماية القنصلية قبل وزير الخارجية كان وزير الداخلية قد صرح لإذاعة فرنس انفو أن الرئيس إمانوال ماكرون قلق بشأن ذلك مشيرا إلى أن كاتبا كبيرا وفرنسيا أيضا وبالتالي فرنسا تدين ما حصل له وتطالب بحمايته وأوضح الوزير الداخلية الفرنسي بأنه على ثقة بأن الرئيس ماكرون سيبهر كل طاقته من أجل إطلاق صراحه معتبرا أن المهمة ليست تحدث عالنا بالحصول على النتائج قد كان وكيل الجمهورية قد استمع الثلاثاء الماضي للكاتبا الفرنسي الجزائري بوعلام سنصال الموقوف في الجزائر وفق ما نقلته وكالة ألماء فرنسية عن محامي فإن النائب العام أصدر في حق موكله سنصال مذكرة توقيف عن الأمر نفسه كتبت صحيفة القدس العربي إداع الكاتب بوعلام سنصال السجن المؤقت في الجزائر وشخصية تصفه بالجاهل بالتاريخ بعد تصرحة مشككة في حدود الجزائر نقرأ في هذا المقال بعد أسبوع من الجدل تأكد رسميا خبر إداع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام سنصال الحبس المؤقت في الجزائر ومتابعته بجناية المساس بأمن الدولة وفق مادة قانونية تضع مثل هذه الأفعال في خانة الإرهاب ففي بيان ذكر محاميها أن موكله مثلاء الثلاثاء أمام قسم مقافحة الإرهاب بالنياب العام في الجزائر العاصمة وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي وأكد أن سنصال سيتابعه بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب على الإفعال التي تهدد أمن الدولة وتعتبرها أعمالا إرهابية تسود في الأوسط الفرنسية على مختلف المستويات حالة من القلق على مصير الكاتب الذي يعتبرونه من الشخصيات التنويرية التي تحارب الإسلاموية وتتخذ مواقفة مدافعة عن إسرائيل وهو ما جعله أحد مراجع اليمين متطرف في دعم أطرحاته الكارهة للأجانب والمسلمين خصوصا تكتب الصحيفة وتقدم نواب عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا تقدمت بسؤال برلماني للحكومة بلغة حادة ضد الجزائر حول الإجراءات التي ستقوم الحكومة الفرنسية باتخاذها لحصولها على الحرية في الجزائر اختلفت المقاربة فالغالبية الساحقة من الفاعلين السياسيين أدان تصريحات صنصال التي أدل بها لقناة إلكترونية محصوبة على اليمين المتطرف في فرنسا والتي زعم فيها أن الغرب الجزائري يعود تاريخيا للمغرب وهو معتبر جهلا فالحا بتاريخ الجزائري الذي كانت فيه هذه المنطقة في بداية الخزوة والاستعمال الفرنسي في طريعة المقاومة من خلال الأمير عبدالقادر في منصة وفي تعليق على منصة X قال الدبلوماسي السابق عبدالعزيز الرحابي إن صنصال بكلامه يعيد إحياء السردية الاستعمارية وما تحمله من مغالطات تاريخية مشيرا إلى أنه لا يدرك مدى عدم احترامه للمشاعر الوطنية الجزائرية من جهاتي الكتب الصحفي عبدالشارف ذكر بنبرة ساخرة إن بعلم صنصال أعاد في وقت متأخر اكتشاف أصوله حيث صرح بأنه بربري نرفي أي مغربي ثم زعم أن المدن والمناطق التي أنجبت الأمير عبدالقادر ومصالي الحاج كانت تنتمي إلى المغرب عكس ذلك دفع الباحث ابن اجتماع نوري دريس عن إخضاع بولام سصال للعدالة والسجن إن كان يستحق ذلك وقال إن هناك من يتساءل عن المكسب الذي ستحققه الجزائر من سجن سنصال المعتبرين أن سنصال سيكون الرابحة في هذه الحالة لأنه سيتحول إلى نجم أضف الدريس متسائلا لكن منذ متى كانت الدولة تسجن المخالفين والخوانة لتحقيق مكاسب السجن وجد لمعاقبة المجرمين والخوانة وجودهم خارج السجن والخصارة الحقيقية للدولة فيما يتعلق بشأن آخر كان لضيفنا منور رجالي البرلماني السابق عن حزب الأفلان تعليق عما يتعلق ببيان حزب جيل جديد صاحبه جلالي سوفيان نستمع إليه متفق معها في الشطر وما انتفقش معها في الشطر الآخر الشطر انتعل بما يخص الأحزاب ولكن النتيجة هي الركود والفشل منتعل الأحزاب هذه متفق معه وكل ملاحظة في السياسة الوطنية لاحظة ذلك ولكن كيف انا نتخلف معه الرسالة نفسها والبيان نفسه علق عليه أيضا ضيفنا عجب الله ساغي الناشط في الجالية الجزائرية نستمع إليه لكن بالنسبة لبيان جيل سوفياني نقول له أولا نصح النوم لأن هذا السوريان جيل الآن يتكلم عن الوقع اللي هو وعنده في مسؤولية كبيرة لما طعن الحراك في ظهره لأنه في حياة الشعوب هناك محطات هناك محطات مهمة يمكن أن يساهم فيها السياسيون يساهم فيها الشعب يساهم فيها الجمعيات في تغيير الوضع للأسف في المحطات المهمة هذه سوفيان جيلالي طعن الحراك اللي هو كان في الحقيقة الشعب الجزائري عندما يخرج الشعب في دولة معينة بـ 20 مليون في الشارع فما اعتقدش أن هناك تعبير أكثر من هذا لإرادة هذا الشعب في التغيير السلمي في التغيير الذي ينتقل من الجزائر من مرحلة إلى مرحلة أن يدخل الجزائر في ما يخرجها من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم وأن يضعها على المسار الصحيح في هذه المحطات سوفيان جيلالي اختار الضفة الأخرى ونحن نتقل بكم إلى ضفة صحافة المنطقة المغربية وزميننا نبيل عبداللوي تحية طيبة بداية جولتنا المغاربية من ليبيا وصحيفة الوسط خمس مليارات دولار خسائر حكومية الجالية المغاربية في ليبيا قلقة من إجراءات العاملة الأجنبية فقد شك أفراد من الجالية المغاربية على رأسهم المغارب والتونسيون من الإجراءات الأخيرة التي أقرتها خكومة الوحدة الوطنية في ترابلوس من أجل تنظيم شؤون الأجانب العاملة الأجنبية في ليبيا والتي باتت تهدد إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم وخلف التدابير الحكومية عن طريق رفع قيمة رصوب وغرامات عدم تجديد الإقامة قلقا لدى المغاربة الذين تشير التقديرات إلى تواجد ستة وسبعين ألف مقيم مغربي على الأراضي الليبية وصار لزاما عليهم دفع غرامات تصل إلى خمسمائة دينار ليبي عن كل شهر تأخير عن عدم استكمال إجراءات الإقامة محليا في ليبيا ورشة تنظمها البياتات الأممية لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وإلى صحيفة الصباح الليبية بيان أو بين تفاؤل وتوجز تضارب في الآراء بشأن تخفيض قيمة الضريبة على بيع العملة الأجنبية وفي استطلاع للصحيفة وزارة الخدمة المدنية تؤكد أن أعداد الموظفين المحالين لمكاتب الإحالة تحت التصرف كبيرة جدا وفي نفسها الصحيفة المرأة الليبية في قلب التغيير المجتمعي والاقتصادي ساهمت في إطلاق مشروع مشوارك للتاكسي النسائي لتوفير فرص عمل النساء ومساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي الليبي تمكنت من خلالها المرأة الليبية في الإنخراط في مجال المشروعات الصغرحة وعربيا أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض وفق تحذير من الأنرو نتحوى إلى موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو بيان البعثيين في موريتانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال إلى الرئيس وللغزواني غضب الشعب بلغ ذروته بيان موقع من طرف القيادة القطرية في موريتانيا وهو طيار قومي بعثي جاء فيه إن شعب موريتانيا يحيي في الثامن والعشر من نوفمبر الفين وعاربا وعشرين الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني وكأنه يعيش في أجواء ما قبل عام الفين وخمسة حيث الأوضاع آنذاك كانت سببا وجيها في الإطاحة بنظام رئيس الجمهورية السابق معاوية ونسيد أحمد الطايع وأكد البيان أن عدم ذكاء السلطة الحاكمة الاعتقاد بإمكانية خداع شعب يتلوك الدودة المقطوعة وفق نص البيان في جحيم الفقر وارتفاع الأسعار المذهل والمرض والعطش وعدم الأمن والتغريم اليوم الجنوني والإنهيار المتوري الأقية وفساد المنظومة الإدارية ولا أخلاقية القوى العمومية والتنظيمية يضيف ذات البيان والتي أيضا في نفس الصحيفة نقرأ المعلمون في موريتانيا يدخلون إضرابهم في اليوم الثاني وستتظاروا بأنباء حول نسب المشارك نتحول إلى المغرب وصحيفة الأخبار انتفاضة العمال الزراعيين وعاملات بشتكأة بها نواحم الراكش احتجاجات غير مسبوقة ضد باطرون الضيعات الفلاحية وإخضاع المؤثرين المغاربة لضريبة ثلاثين بالمئة على مداخلهم في المنصات الرقمية الاجتماعية ملفات طعويض عن المرض مشبوهة تستنفر الضمان الاجتماعي توقيف مستخدمي أطباء خواص متهمون بتزوير ملفات الطعويض عن المرض والمتقاعدون المغاربة يطالبون بالرفع من مبالغ المعاشات نددوا بتجميدها لأكثر من عبع قرن رغم تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية إلى صحيفة الصباح محاكمة البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء البضاوي وصاحب أكبر شركة للنظافة في المغرب تفضح صفقات النظافة أحكام باستخلاص قروض تطارد شاحنات ومعدات جمع النفايات والمدير الجديد للشركة في حيرة من أمره بعد إلغاء صفقات بعدة مدن وزير الأوقاف والشعور الإسلامية في المغرب يفل الجدل حيث قال تحت قبة البرلمان نحن علمانيون وقد كشف بأنه التقى بوزير الداخلي الفرنسي أثناء زيارة ماكرون المغرب وقال له بأن المغرب ينهج سياسة الإسلام المعتدل وبالتالي فإننا علمانيون على حد قوله وتعمير المونديال يدوس على حق الملكية مئات التعرضات على نزع ممتلكات خاصة ستكلف جماعة الضر البيضاء ملايين الضراهم لتعويض أصحابها قتاما من تونس وصحفة الشروق في لقاء سعيد برئيس الحكومة المشاريع الكبرى الإعلام والمواد الأساسية وموظف عموم يستولي على أدوية بقيمة ستين مليون استعمل ملف طبيا مدلسا لمريض فرق الحياة وستة أشهر سجنا في حق لطف المريحي قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعب الجمهوري لطف المريحي مدة ستة أشهر نافذة وذلك من أجل تهم باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة وفقا سك الاتهام صحيفة المغرب ومنها نختم على إعلام العمومي حتمية الإصلاح لحماية التعددية في تونس وكل عشر دقائق تقتل امرأة لا عذر اتحدوا أو اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة الحملة الدولية ستة عشر يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة وبعد الجدل حول توريد البطاطا غير الصالحة للاستهلاك والزراعة وفتح بحث عدلي أي سسعيد لا تسامح معا من يستهدفون صحة المواطنين مفق قوله وتأجيل إضراب نقل المحروقات إلى التاسع عشر والعشرين من ديسمبر المقبل نهاية هذه الجولة للمغارب كل شكر لزميننا نبيل عبداللوية الآن إلى جولة مماثلة والصحف الفرنسية وزميننا شعبان قاسم سلخي شعبان السلام عليكم 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 والذкъل يتعلق الإن في القيام؟ فعل لا يتعلق أيها جزيرك أي جزيرك في قتل أن جزيرك في قوت إذا جزيرك في الصاقت بقولنا هذا أنه يتعلق رجالي في الآن التاريخ بالتركيان تتبريه في نحن يتعلق أي جزيرك في الأعني وزيادة بالسفل على العhof الأسفل وزيادة وصفمها landlord-of-of-post. في القرآن في القرآن Noël Barraud, Boalem Sansal, a été en Algérie. Son avocat pense donc aussi qu'il risque de finir en prison. Je vous le disais, aussi une détention jugée d'inacceptable de la part de la classe politique en France et en Europe. Les services de l'État sont pleinement mobilisés, nous dit la diplomatie française. Nous y reviendrons ce soir, bien évidemment. Un article 87 bis qui revient énormément. Et puis nos confrères de l'humanité, avant de se quitter, chère Deloula, le romancier détenu en Algérie. Donc, je vous le disais, le détenu en Algérie risque la prison à perpétuité, voire la peine de mort. Quelles que soient les blessures invoquées, les sensibilités heurtées, c'est un axe qui nous intéresse aussi. Ce soir, les libertés, quelles que soient les blessures invoquées, les sensibilités heurtées, elles sont indissociables de l'idée même de liberté. C'est chèrement conquise en Algérie, nous dit François Azimré. Effectivement, le peuple algérien qui se bat depuis plusieurs décennies, maintenant, pour les libertés. Voilà, il y a là une disproportion, nous dit l'avocat, une disproportion manifeste, dont les auteurs n'ont vraisemblablement pas mesuré la portée, en parlant bien évidemment du pouvoir algérien. S'il doit y avoir une enquête, celle-ci ne justifie nullement que soit prolongée la détention de Boalem Sensal. Et puis sachez que, voilà, selon, on en parlait à l'instant, selon une source judiciaire algérienne, donc évoquée, interrogée par Le Monde, aujourd'hui l'auteur pourrait donc passer sa vie en prison. On va se retrouver ce soir dans le cadre de nos différentes émissions et nous évoquerons cette affaire, mais surtout autour des libertés, des méthodes du pouvoir, un 87bis aujourd'hui, qui fait la une des médias internationaux, un 87bis, on le rappelle, infligée aux libertés, beaucoup aux personnes qui tentent de faire de la politique en Algérie, et même des internautes ou des écrivains comme Boalem Sensal, nous intéresseront à cette question. Et puis après le reste, bien évidemment, chacun est pour ou contre ses écrits, chacun a son avis. Voilà, c'est un délai de l'oula, bonne journée. Merci à vous, Chabane, pour vous d'attendre à vous sur la semaine de la semaine de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, les amis. Nous allons vous abonner à la chaîne de la chaîne de la chaîne. Nous allons vous abonner à la chaîne de la chaîne de la chaîne. Merci à vous. Merci à vous. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة